السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن استخدام البنادول للحامل خلال أشهر الحمل المختلفة على الرغم من وجود بعض الأضرار للبنادول عند استخدامه بشكل خاطئ أو بدون استشارة الطبيب إلا أنها لا تمنع من استخدام هذا المسكن الآمن مقارنة مع غيره من الأدوية عند وجود الحمى والألم فهزين العرضين يمكن أن يرفع من نسبة حصول الاكتئاب المرضي والمشاكل النفسية عند الحامل كما يمكن أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة للحامل بالعديد من المشاكل المتعلقة بتغذية الجنين وصحة الحمل ولذلك يمكن القول أن تناول البنادول أثناء الحمل وبجرعات معقولة يعد آمنا بنسبة كبيرة وذلك إلا في حال وجود ما يمنع من تناول هذا الدواء مثل القصور الكابدي والتحسس تجاه هذا الدواء ولذلك تصل حامل باتباع إرشادات الطبيب دائماً والحفاظ على الزيارات الدورية للطبيب من أجل تقييم الحمل وتقديم النصيحة الأمثل وإليكم بعض أضرار البنادول للحامل على الرغم من كون نسبة المخاطر من البنادول قليلاً نسبياً أو كونها حصل على فئران التجارب فقط دون الإنسان إلا أنها تعد محط اهتمام يجب درسته بشكل واسع كون البراستامول أشياء المسكنات التي يتم وصفها للحامل فإذا تم إثبات أضرار البنادول للحامل أو لجنينها بشكل واسع النطاق يمكن أن يصنف على أنه من الأدوية الخطيرة على الحمل وبينما يعد هذا الأمر بعيداً نسبياً يمكن ذكر المخاطر بحسب العديد من الدرستات الحديثة والتي تتحدث عن أضرار البنادول للحامل والجنين على حد سواء 1- علاقة البنادول بإضطرابات السلوك تشير منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إلى أن العلاقة بين تناول البراستامول من قبل الأم الحامل واضطرابات فرط الحركة ونقص الانتباه عند جنينها غير مفهومة بشكل واضح فالدراسات التي أجريت في هذا السياق بحسب قول FDA في عام 2015 تفتكر إلى التنصيق وتظهر الاختلاف الواضح ضمن الدراسة الوحيدة 2- علاقة البنادول بإضطرابات النطق في دراسات أجريت على العديد من النساء الحوامل اللواتي كنا قد تناولنا البراستامول في فترة الحمل الباكرة أي في الفترة الممتدة من الإلقاح وحتى الأسبوع السامن إلى الثالث عشر من الحمل تبين أن أضرار البنادول للحامل يمكن أن تصل إلى التطور الكلامي عند الأطفال حيث تم القيام بالدراسات بناء على ما يعرف بتأخر الكلام عند الأطفال والذي يعني عدم قدرة الطفل على استخدام أكثر من خمسين كلمة في عمر ثلاثين شهر وتبين أن عشر في المئة من الأطفال الذين أمهاتهم تناولنا البنادول كانوا يعانون من تأخر الكلام وكانت النسبة عند الأطفال الزكور أعلى من الأطفال الإناس بينما أشارت أيضا إلى ارتفاع بمقدار ستة أضعاف فيما يخص الأطفال الإناس عند تناول الأم الحامل لما يزيد عن ستة حبات من البرستامول يوميا في فترات الحامل الأولى أي 3 جرام ولذلك تنصح الحوامل بتقليل الجرعات الدوائية المتناولة من جميع الأدوية ومن ضمنها البنادول في فترات الحامل الباكرة كما يجب مراقبة الأطفال بحسا عن مشاكل التطور الكلامي ولتي يمكن أن تدل لاحقا على وجود مشاكل عصبية ونفسية أخرى في نهاية الفيديو لنوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم يجب أن تدعموا بلايك وكومنت وشوروا فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ